السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا منكم في حصة جديدة من مادتنا مادة اللغة العربية كنا قد بدأنا في الحصة الماضية بدرس القراءة من هذه الوحدة والذي يحمل عنوان أكلت يوم أكل الثور الأبيض وكنا قد تعرفنا أن درس القراءة هذا يتحدث لنا عن قصة أسد يعيش بالقرب من ثلاثة تيران كانت تعيش في بستان واسع بأمان وسلام كانت هذه تيران دائما مجتمعة ومتفقة إلى أن جاء ذلك الأسد وأراد أن يأكلها لأنه كان يشعر بالجوع الشديد ولكنه عندما نظر إليها شاهدها مجتمع تمتلك قوة عظيمة وأنه إذا اقترب منها ستقوم بالقضاء عليه فقرر الأسد أن يقوم بتفرقتها فقام بعمل خطة خبيثة للنيل من الثيران الثلاثة وكنا تعرفنا كيف الأسد بقي يردد ويكرر على مسامع الثور الأسود بأن الثور الأبيض يجلب لهم النظر حتى تمكن من القضاء عليه وكذلك فعل وقضى على الثور الأحمر وكيف أن الثور الأسود شعر بالندم الشديد وبقي وحيدا لأنه علم أنه قضى على نفسه بالوقت الذي سمح للأسد أن يأكل الثور الأبيض وعندما صاح الثور الأسود وقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض وكنا قد تعرفنا أن الفكرة بهذا الدرس في الدرس تقودنا إلى المثل القائل في الاتحادي قوة وفي التفرق ضعف حيث لا ينفع أي ندم بعد فوات الأوان اليوم أحبائي سنقوم باستخراج القواعد الموجودة بهذا الدرس عزيزي عليك أن تقوم بفتح الدوسية صفحة 40 وكتابة اليوم والتاريخ بأعلى الصفحة صفحة 40 وكتابة اليوم التاريخ لنقوم باستخراج القواعد أيضا الموجودة بالدوسية هيا بنا نبدأ أكلت يوم أكل الثور الأبيض بالبداية الفعل أكل عند النظر إليه نجده فعل ماضي أحسنتم لكن ما به مبني للمجهول أحسنتم كنا قد تعرفنا أن الفعل المبني للمجهول هو الفعل الذي لن نعلم لا نعلم من الفاعل لا نعلم من الفاعل به ويتم صوغه من الفعل الماضي بضم الأول وكسر ما قبل الآخر نقول أكل ضمينا الحرف الأول وكسرنا الحرف الذي قبل الآخر وأيضا الفعل مبني للمجهول لا يأخذ فاعل يأخذ نائب فاعل إذن أكل فعل مبني للمجهول أتى عندما تتصل بالفعل نقول عنها فاعل لكن عندها تصلت بالفعل المبني المجهول نقول ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل يوم ضرف أكل الثور أكل الثور هذه الجملة أصلها أكل الأسد الثورة أكل فعل ماضي مبني على الفتح الأسد فاعل مرفوع لامة رفع الضم الثورة مفعول به لكن عند سوقها المبني المجهول تصبح أكل ثور نلاحظ أن الأسد الذي هو الفاعل حذف من الجملة وحل بموقعه المفعول به وأصبح يسمى نائب فاعل فنحن نقول أكل فعل مبني المجهول الثور نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم عاشت ثلاثة ثيران أبيضة وأحمر وأسودة في مرج واسع ترعى وتأكل بأمان وكان يجاورها في المرعى أسد يطمع بها ولكنه لم يكن قادرا على ذلك خشية أن تجتمع عليه فتفتك بها في هذه الفقرة أحبائي الفكرة هي في الاجتماع قوة وأيضا لا يستطيع الأسد هزيمة الثيران لأنها مجتمعة عاشت عاشة فعل ماض مبني على الفتح التاء التأنيف الساكم ثيران جمع تكسير مفردها ثور إذن ثيران جمع تكسير مفردها ثور أبيض وأحمر وأسود الهمزة بهم همزة بقطع في مرجن في حرف جر مرجن اسم مجرور وعلامة جره تنمين الكسر ترعى وتأكل ترعى هذه أفعال مضارعة مرفوعة أفعال مضارعة مرفوعة كان فعل ماض ناقص يجاورها يجاور فعل مضارع الهاء الموجودة بها عائدة على أفيران يطمع فعل مضارع مرفوع لكن حرف استدراك ونصب لم يكن لم حرف جزم يكن فعل مضارع مجزوم معلامة جزمه السكون ذلك اسم إشارة أن تجتمع أن حرف نصب تجتمع فعل مضارع منصب علامة نصب الفتحة لأنه سبق بأداة نصب هيا بنا نكمل ولأن الأسد لا يمكنه النيل منها إلا منفردة قرر أن يعمل الحيلة لينال مبتغاه وفي أحد الأيام وجد الثورين الأسود والأحمر منفردين في المرعى فاقترب الأسد من الثور الأسود وهمس له ناصحا لأن رفيقك الأبيض يجلب النظر وأنه متى جاء صياد إلى المكان فلن يلبث أن يهتدي إليكما بسبب لونه كما أن خيرات المرعى تناقصت مؤخرا فلو خلصت كما منه لكفتك خيراته أنت وأخاك الأحمر وهكذا لم يزل به حتى أثرت فيه كلماته فوافق وعندها فتك الأسد بالثور الأبيض لا يمكنه أن لا هذه أحبائي لا أن نافيا قرر فعل معظم مبني على الفتح أن يعمل أن حرف نصب يعمل فعل مضارع منصب علامة نصبه الفتح الحيلة همزة وهمزة وصل الثورين ومنفردين هذا مثنى مفرد الثورين ثور ومنفردين منفرد اقترب فعل معظم مبني على الفتح اقترب الأسد الأسد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم من الثور من حرف جر الثور اسم مجر علامة جره الكسرة همس فعل ماض مبني على الفتح له الهاء عائدة على الثور الأسود الهاء هذه ضمير متصل بحرف تصلت بحرف الجر اللام أن حرف توكيد ونصب رفيقك اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة يجلب فعل مضارع مرفوع بالضمة من الذي يجلب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو النظر مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة جاء صياد جاء فعل ماضي مبني على الفتح صياد فاعل مرفوع علامة رفعه تنمين الضم لن يلبس لن حرف نصب يلبس فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة أن حرف نصب يحتدي فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة أن خيراتي أن حرف نصب خيرات اسم أن منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع المؤنة السالم وجمع المؤنة السالم ينصب بالكسرة أنت ضمير مخاطب لم يزل لم حرف جزم يزل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون أيضا أفرت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التنسكن لا محل لها من الإعراب عندها عند ظرف فتك الأسد فتك فعل ماضي مبني على الفتح الأسد فعل مرفوع علامة رفعه الضمو أقبل الأسد مرة أخرى ناصحا للثور الأسود ومذكرا إياه بأن المرعى لواحد خير منه الاثنين حتى تمكن من النيل من الثور الأحمر ثم عاد الأسد بعد أيام وفي عينيه نظرة فهمها الثور الأسود جيدا فأدرك أنه لاحق بصاحبيه فصاح أكلت يوم أكل الثور الأبيض هذه الفكرة الفكرة التي بها لا ينفع الندم عند فوات الأوان عند دين أقبل أقبل فعل ماضي مبني على الفتح الأسد فعل مرفوع علامة رفعه الضم ثم للثوري اللام حرف جر الثوري اسم مجرور وعلامة جره الكسره إياه ضمير نصب لاثنين اللام حرف جر الثنين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى حتى حرف نصب تمكن فعل ماضي مبني على الفتح من النيل من الثوري جر ومجرور ثم حرف عطف يتفيد الترتيب مع المهلة أي توضح لنا أن الأسد عاد بعد أيام وليس بنفس الوقت أي مع وجود مهلة بعد التي برف صاحبي مثلنا والآن أحبائي بعد الانتهاء من الاستخراج هيا بنا ننتقل إلى الدوسية صفحة أربعون سؤال أول يقول ما نوع الأفعال في عنوان الدرس أكلتو أكلتو كنا قد تحدثنا وقلنا أن أفعال مبنية للمجهول أفعال مبنية للمجهول سؤال الثاني يقول استخرج ما يلي حرف عطف يفيد الترتيب مع مهلة كنا قد قلنا أنه ثم ثم ما فعلا ماضيا عاشت أقبل جاء كل هذه أفعال ماضية فاعلا الأسد قلنا اقترب الأسد فاع المرفوع على مترفعه ضم جاء صياد جاء فعلا ماضي فاع المضارع منصوب يعمل يعمل فاع المضارع منصوب وحرف نصب أيضا يهتدي فعلا مضارع منصوب علامة نصبه الفتح سؤال الثالث يقول أعرب ما تحته خاط أكلاء الثور أكلاء كنا قد تعرفنا أنه فعلا ماضي مبني للمجهول فعل مضم المجل ماذا يأخذ أحسنتم إذن الثورة نائب فاعل مرفوع لامة رفعي الضم إلى هنا أحبائي وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء